يتضمن مشروع النهضة الوطنية الذي أعلنت حكومة عمر الرزاز عن ملامحه اليوم ثلاثة محاور المحور الأول دولة القانون ويتضمن ستة أطر التي هي تنمية الحياة السياسية وصون الحريات العامة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وأيضا تعزيز نهج اللامركزية وتحديث وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز سلطة إنفاذ القانون والثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة أما في المحور الثاني وهو دولة الإنتاج ويتضمن خمسة أطر في البداية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة وأيضا النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن وتوفير ثلاثين ألف فرصة عمل إضافية منتجة ولائقة للأردنيين وأيضا ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ورفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري أما في المحور الثالث وهو دولة التكافل ويتضمن أيضا ستة أطر وهي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتطوير مخرجات التعليم العام وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير منظومة النقل العام وسكن الميسر وفي النهاية البيئة وسلامة المواطن